وكانت الحية أحيل يعني حتى الكتاب بيوصف الحية أنه كانت عندها حيلة عندها دهاء عندها مكر أنه تروح لحواء عندها زكاء الحيلة والزكاء والقدرة دي موجودة وبدرجات مختلفة في الحيوانات فالحية دي كانت أحيل جميع حيوانات البرية زي من الكتاب المقدس بيقول ولما الشيطان من خلالها تكلم إلى حواء وابتدى يحط الشك أحقا قال الله وشوف كمان يا أسيس نظار هو بيحط الله في صورة سيئة بيقول أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة كأن الله بيحطهم في مكان حلو قوي وبيحرمهم من كل حاجة من كل حاجة فالشيطان بيتلاعب بالكلمات وبالحقائق لأنه كذاب وأبو الكذاب لكن بيحطها في صيغة تبقى تشد الناس ما هو دي يعني الجاذبية الداخلية الشهوة الداخلية لأنه دات طريقة تجربة الشيطان مع حواء من الرد يعني من رد حواء على الشيطان على الحية فقالت المرأة للحية من ثمر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه عملت إضافة بالزبط رب ما قلش إنه لا تمساه بالزبط كده إنه فيك توكل من كل شجرة الجنة معدها شجرة واحد بالزبط كده ما فيك توكل بس ما طلبش إنه لا تمساه بالزبط ودي كمان عشان يدينا حرية الإرادة لأنه لو كان الله أعطانا حرية إرادة لكن ما فيش إن أنا أعمل الصحة والغلط ما تبقاش حرية إرادة فلازم عشان الله أعطانا حرية الإرادة فكان ممكن إن إحنا نعصى الله شوف قد إيه محبة الله لنا إن إحنا من حقنا نعصى الله بس في عقوبة للعصيان طبعا فهو كمان حوى قالت لألا تموتاه لكن الوصية موتا تموت بالتأكيد هتموت مش احتمال تموت أو ما تموت فكل الحوار ابتدى يبقى فيه أخطاء فيه تشكيك وهذا الشك ابتدى يتبني يتبني الحد لما حصلت المشكلة الكبيرة اشتركوا في القناة